وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إنه دستور الإسلام وقرآنه الكريم دين رحمة وتعايش وتآلف بين القلوب ومعاني أخرى سامية يندر وجودها معاني باتت أشبه بعملة صعبة جراء جرار بني البشر وراء الدنيا وغوايتها وجاء كتاب المفكر الكبير علي الشرفاء الحمادي والذي يحمل عنوان وثيقة الدخول في الإسلام شارحاً لكثير من الجوانب الغائبة الخفية عن عقول آدمية غيبتها الروايات وعبثت في معتقداتها أحاديث متسوسة روايات تخرج بنا عن الدين والملة وتخالف شرع الله إنه الإسلام الذي يدعو الناس جميعاً ليدخلوا في دين الله ويؤمن بعبادة الواحد الأحد ويطبق شريعته ومنهجه في الحياة وفق آيات كريمة وردت في كتابه الشريف القرآن الكريم لا إكراه في الدين جملة عابرة لكنها تحمل قيماً غالية عميقة الأثر رصينة الفكر والتدبير يبين على الشرفاء الحمادي في كتابه وثيقة دخول الإسلام معانيها الراقية التي تضمن حرية الاعتقاد في الأديان وأن الله لم يبعث رسوله الكريم ليكون وكيلاً عنه في الأرض بل أمره أن يترك للناس حرية الاعتقاد والعبادة وأن لا يفرض عليهم شيئاً وثيقة دخول الإسلام لعلي الشرفاء الحمادي تغوص في شرح وتفسير تعاليمة غيبتها عنا السنين وكأننا نسمعها لأول مرة رغم أننا سبق لنا وسمعناها ألف مرة ومرة جاءت الوثيقة لتؤكد على أن الله وحد بني البشر جميعاً أصلهم واحد وهو نبي الله آدم عليه السلام جميعنا أخوة لا فرق بين هذا وذاك إلا بالعمل والقول الحسن وحد الله الرسالات السماوية ليكون هو فقط مصدرها جميعاً وكل الأنبياء جاءوا برسالة واحدة رسالة الإسلام وعبادة الله الواحد الأحد وضع سبحانه وتعالى القواعد والتشريعات وأرسل منهج في قرآنه الكريم ليهتدي الناس نظم شعائره وعباداته وبين لهم مناهجهم في التعامل والعيش الكريم إنها وثيقة الدخول في الإسلام التي تضمن للكافة العيش في استقرار وأمن وأمان حتى في أوقات الحروب إذا طلب العدو السلام فعليك بإيقاف الحرب من أجل السلام وعدم سفك الدماء فالقتل وإرهاب النفس البشرية حرام حرام في شرع الله يطرح على الشرفاء الحمدي حقائق يقينية يذكر بها الناس في كتابه ويعيد إليهم رجداً غائباً ووعياً ذاهباً وثقافةً تمستها الدنيا وعبثت بها الأيام حقائق تبث الطمأنينة في القلوب خائفة حقائق راسخة في ديننا الحنيف الإسلام دين يدعو إلى الرحمة والعدل وحرية الاعتقاد والإحسان ونشر السلام في كل ربوع الأرض يدعو لتحقيق الأمن والاستقرار دون خوف أو فزع أو إرهاب لتبقى الحياة كريمة لكل أفراد المجتمع دون تمييز لدين أو عقيدة أو لون أو هوية حقائق تذكر بأن الغيب لا يعلمه إلا الله فجاء كلامه كاشفاً للغيبات وحامي المسلمين من السقوط في خداع وتضليل يروجه أصحاب الدجل والخرافات حقائق تذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق لدى الناس وعلى كل مسلم أن يتبع تعاليمه في السلوك الإنساني الصحيح متواضعاً يفشي السلام يقول الحق يؤدي الأمانة يأمر بالعدل ينهى عن الفحشاء يحسن إلى جاره يعفو عن الناس قال تعالى في قرآنه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم